الهجمات الحوثية على جنوب السعودية مستمرة والتحالف العربي وصل اعتراض صواريخ الميليشيات التحالف يعلن اسقاط خمسة صواريخ باليستية اطلقها الحوثيون باتجاه جازان مؤكدا استمراره في احباط محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية فأي دور دولي واممي لوقف الهجمات الحوثية واستهداف المدنيين في السعودية لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض وستاذ الاعلام السياسي في جامعة الامام محمد بن سعود الدكتور عبدالله العساف دكتور عساف مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار مرة اخرى تواصل هذه الميليشيات استهداف المواقع المدنية نتحدث مرة اخرى عن صواريخ باليستية تطلق باتجاه المملكة السؤال الذي طرحناه في المقدمة واضح ان هناك موقف دولي ضعيف او باهت في افضل تقدير هل يمكن ان يكون هناك موقف دولي مختلف فيما يتعلق بهذه الاستفزازات والاعتداءات المستمرة مساء الخير سيد مهند انا اعتقد ان هذا هو السؤال كما يقال هو سؤال المليون سؤال جوهري ومهم جدا لماذا هذا الصمت العالمي انا اعتقد انه ما جرى الحوثي على الاعتداء على الاعيان المدنية والاستمرار في تقديم نفسه كميليشيا ارهابية دموية سوداوية الا الصمت العالمي الحوثي لم يفسر ولم يقرأ الصمت العالمي قراءة خاطئة بل انه وجد ضوءا اخضرا في اخر النفق يتيح له ان يمارس ما يشاء لو حدث خطأ غير مقصود من التحالف العربي لا سمعنا قلق الامم المتحدة ولا سمعنا انصياح المنظمات الامامية والانسانية وغيرها في مقابل هناك قرار امم 22-16 صدره مجلس الامن ما يزال معطلا ومعلق العمل فيه حتى الان مجلس الامن يخيف الدول بكامل جيوشها فلماذا لا يخيف هذه الميليشيا اذا هناك تواطئ اممي مع ميليشيا الحوثي في الحقيقة التحالف العربي لا يقاتل الحوثي لا يقاتل من يدعم الحوثي لكنه يواجه اليوم صمتا عالميا اقل ما يقال عنه انه صمت عالمي ان لم يكن هناك دعما عالميا خفيا لميليشيا الحوثي هذه الصواريخ دكتور عبد الله البعض يقول انه هي صواريخ اثرها الفعلي ليس بالكثير اولا يتم التصدي واسقاط معظمها ان لم يكن كلها والتي تسقط اذا سقطت يعني يكون اثرها محدود هل الرسائل السياسية هي المقصودة من وراء الاستمرار في اطلاق هذه الصواريخ سيد مهند لا يمكن الجزم بانه هذه فقط الاثار والاستهدافات هي استهدافات سياسية وان كانت احدى المهام او الاهداف الرئيسة للحوثي هو تحقيق مكاسب رئيسه ورفع المعنويات للاتباع بعد الانكسار المعنوي والانكسار على ارض المعالك وخصوصا انه التحالف خلال الفترة الماضية صعد من هجماته اتفعت حدة القتال وعدد القتلى من الجانب الحوثي هناك رسائل سياسية نعم لكن الحوثي لم يرسل هذه الصواريخ عبثا وليست الالعاب النارية في الاسبوع الماضي ارسلها على كتيبة من الشهداء السعوديين وقضوا نحبهم الى رحمة الله هو يستهدف احداث تدمير في البنية التحتية ولذلك هو لا يتوجه الى قواعد عسكرية هو يتوجه الى اعيان مدنية محرمة ومجرم الاعتداء عليها في جميع القواعد والقوانين السماوية والارضية نعم هناك رسائل هناك محاولات للضغط هناك تعجيل للتفاوض او التقارب مثل ما بين الرياض وطهران هناك مرة اخرى رسائل الى واشنطن والى غيرها انه نحن نستطيع ان نصيب اي مكان في العالم او في المنطقة عندما تتعرض طهران الى الخطر البعض ايضا يربط دكتور عبدالله بين زيادة حدة او وطيرة اطلاق هذه الصواريخ وايضا تعثر المفاوضات المتعلقة بملف ايران النووي الى اي مدى المسألتان مرتبطتان برأيك نعم الملف النووي لا شك ان ايران استطاعت بذكاء ان تربطه مع الملف اليمني ايران قرأت المشهد جيدا ليس اليوم لكن هي تدرك جيدا ان الوصول الى امريكا يتطلب ان تسلك احد ثلاثة مسارات لا يوجد غيرهما اما التفاوض المباشر مع امريكا وهذا صعب واما التفاوض عن طريق اسرائيل وهذا صعب لعدم وجود مصالح مشتركة في هذه الفترة على الاقل اذا البوابة الثالثة هي بوابة المملكة العربية السعودية التي تحظى بتقدير كبير جدا لدى قيادة الولايات المتحدة ولدى المشرعين الامريكيين وبالتالي تظل تساوم على هذا الملف نضغط على الملف اليمني مقابل ان تعمل السعودية او تساعدنا في مفاوضات فيينا او عودة امريكا الى المفاوضات النووية لان تدرك جيدا ان المملكة العربية السعودية لها ثقلها ولها دورها الكبير المؤثر في خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي طبعا المسؤولون الايرانيون اعربوا في اكثر من مناسبة عن رغبتهم واستعدادهم لفتح قنوات اتصال مع المملكة العربية السعودية وهذا بدأ بشكل او باخر بالفعل ولكن البعض يتساءل اذا كانت ايران جادة بالفعل في تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية الا ينبغي بداية ان ترسل رسائل ربما على رأسها وقف هذه الهجمات الصاروخية من اليمن هذا جيد مهند الخادم الحرمين الشريفين قبل عدة ايام ومن على منصة الامم المتحدة ايضا هو ارسل رسالة ترحيب بالسلام مع ايران والتقارب معها لكن نحن بحاجة الى اليوم بناء جسور الثقة ثقة معدومة بيننا وبين ايران يجب ان تبنى جسور الثقة ماذا ستقدم ايران لردم الهوة ولتجسير الفجوة بينها وبين المملكة العربية السعودية نحن في المملكة وفي الخليج لدينا اتفاقيات امنية كثيرة مع ايران لم تطبق ولم تقيم لها ايران اي وزن بالمناسبة مع خاتمي ومع رفسنجاني ومع غيرهم من الرؤساء السابقين لايران نحن بحاجة اليوم الى اعادة بناء الثقة نحن لا نستطيع اليوم الوثوق بالوعود المعسولة مع ايران جربناها اربعين عاما ونحن ننتج خطابا استرضائيا لطهران لا تخلق قمة خليجية من البند رقم واحد من المعايشة بالسلام والاحتكام للقوانين الدولية والجوار وعدم التدخل في الشؤون الاخرية كل رسائل الى طهران ومع ذلك لم نجد طهران تستجيب الى هذه النداءات الخليجية دكتور عبدالله اخيرا هل ترى اي اختلاف في وطيرة وقيام الميليشيات الحوثية بالمزيد من هذه الهجمات خلال ادارة الرئيس بايدن هذه الهجمات لم تتوقف حتى خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب ولكن هل ترى اي اختلاف في وطيرة هذه الهجمات شكرا سيد مهند وانا اشكر حضرتك على هذا السؤال نعم هناك اختلاف هناك تكثيف هناك استهداف متعمد هناك ضخ لوصول الكمية كبيرة من الاسلحة النوعية الى الحوثي وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام بمقدم الرئيس بايدن قصفت المملكة العربية السعودية بعدد من الصواريخ والمسيرات بتعيين مبعوث اممي جديد ايضا استقبلت هذا المبعوث بعدد من الصواريخ والمسيرات في المملكة انا تحدثت سؤالك هذا يجيب عنه كلامي في الاول بان هناك دعما خفيا امميا لمليشيا الحوثي شكرا جزيلا لك الدكتور عبدالله العساف استهد الاعلام السياسي في جامعة الامام محمد بن سعود كان معنا من الرياض شكرا جزيلا